بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء نعم مبعوث رحمة مهداء صلى الله عليه وسلم وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جنب خير كتير خير لا يعد ولا يحصى خير في جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بس يا سلام لما النور كمان يبقى فيه نور وفيه بصيرة وفيه حديث أنا بعتبره أنا بسميه حديث البصيرة بالإيقاظ أن أنت تحصل لك بصيرة ويحصل لك إيقاظ إيه هو بقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليل الذي يتكلم عن إيقاظ الإنسان لرؤية النعم حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هذا الحديث يا سادة اللي أخرجه الإمام البخاري هذا حديث أنا أسميه حديث الإيقاظ البصيرة إن الإنسان يتركب له عينين يرى فيها الحياة من عند الله سبحانه وتعالى الإنسان ممكن تنطمس بصيرته من كثرة الأحداث ومن عدم المعرفة الصحيحة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركن لحظة إلا ويقظنا إلا وينور بصيرتنا الله سبحانه وتعالى قال عن حضرة النبي قد جاءكم من الله نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نور لما تنطمس البصيرة وإحنا محتاجين لحاجتين من أعظم الحاجات في حياتنا من إلى نعمتين من أعظم النعم في حياتنا وننساهم ونتغافل عنهم وننشغل ونتهاون فيهم إيه هما بقى نتحرم من جمال هاتين النعمتين النعمة الأولى هي نعمة الصحة والنعمة التانية هي نعمة الوقت عارفين الصحة والوقت بيساوه إيه؟ بيساوه الحياة الحياة ما هي إلا عافية وصحة في الإنسان وقت فاضل إيه؟ الأعمال يبقى إذن لو فرطنا في الصحة وفرطنا في الوقت ضعت الحياة مش ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة تقائق وثواني ونفس الكلام إيه اللي حاصل؟ أدي فكرة الإيه؟ فكرة الوقت طب والصحة إحنا بنقول فلان عنده حياة يعني عنده صحة الصحة دي معناها إن الجسد قادر وقابل إنه هو يعمل ولذلك الإنسان لو شاف النعمتين دولة بإنه هما نعمتين ومعنى إنه هما نعمتين يبقى فيهم ثلاثة أوصاف إنه هما مش بأيدينا ما بنملكهمش والحاجة التانية إنه هما واصل بيننا وبين الله فممكن يتسعوا الحاجة التالتة إنه هما جايين لمقصد وهدف مش دولة عبث التالت معاني دولة في النعمتين في نعمة الصحة الصحة مش ملكنا ولذلك بيجي المرض مش بأيدينا يبقى الصحة مش ملكنا الحاجة التانية إنه جاي بمدد من عند ربنا عشان نفضل موصولين بالله الحاجة التالتة إنه إحنا ما ينفعش إنه إحنا نعبث بيهم لإن ربنا وهبهم لينا مش عشان نعمل بيهم أي حاجة لكن عشان نعمل بيهم مقاصد فالصحة وي الوقت اللي هو الفراغ جايين عشان نحقق المقاصد التالتة اللي هي العبادة والعمران والتسكية فإحنا لازم نفوق كتير من الناس بيظنوا إن الصحة ملكهم فبيصرفوا في الأكل فيمرضوا وناس كتير بيظنوا إن الصحة دي ربنا سبحانه وتعالى يدعالهم على الدوام حتى لو هم أساءوا استعمالها وأساءوا الأدب مع الله وناس كتيرة بتحس إن الصحة دي جايين عشان شهوتهم وعشان يعطوا لأنفسهم هواهم من غير لا يبقى عندهم لمقصد ولا شيء من هذا القبيل لا النعمتين دولة بالذات ربنا أعطانا إياهم ليه عشان نحقق المقاصد نعمل إيه بقى عشان نشيل الغشاوة من على عيننا ونشوف النعمتين دولة طبعا إحنا لما بنتعود على النعمتين دولة ما بنشوفهمش ونعطيهم حاجة عادية ومعنى إنهم حاجة عادية يبقى خلاص نعمل بيهم اللي إحنا عايزين ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعلش النعم تكون موجودة إلا وهي محاطة بخمس عبادات النعمة الأولى الأبادة الأولى التي تتعلق بالنعم أول حاجة ماذا؟ حفظ النعمة إن النعمة لما تكون النعمة دي وديعة فلازم أحفظها العبادة التانية لازم أشكر عليها طب ليه خليت الشكر عليها؟ بعد إن أنا أحفظها عشان أدوء حلوتها فيخرج مني الحمد مغموسا في الفرح والسعادة يبقى أحفظ النعمة واشكر النعمة وأستثمر النعمة وإيه اللي حاصل؟ وأعبد الله بالنعمة وإيه اللي حاصل؟ وأدخل على الله بالنعمة يعني أعبد الله بالنعمة؟ يعني هذه النعمة أجعلها وسيلة لعبادة الله وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل؟ أدخل بالنعمة دي على الله لما أقول لربنا سبحانه وتعالى لما حس بإننا أسأت الأدم مع الله فأقول له ما كنت لتهبني الصحة ثم لتمنعني من أن أدخل عليك فأنت وهبتني صحتي لا لشيء إلا لكي تدلني عليك فيا من أعطيتني صحتي أعطني رضاك وقربك يا رب العالمين فأدخل على الله بالنعمة خمس عبادات لازم نعبود الله سبحانه وتعالى بهم أحفظ النعمة واشكر النعمة واستثمر النعمة واعبد الله بالنعمة وأدخل على الله في دعائي وفي مناجاتي بالنعمة لو عملت الخمس حاجات دولة مش هبقى مغبون مش هبقى محروم من أنوار النعمة نعمتان مغبون فيما كثير من الناس محرومين أنهم يشوفوا أنوار الله وصل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف نعمة ليه في نعمة الصحة علينا أن احنا نحفظ نعمة الصحة بأن احنا لا نتعدى عليها بالإسراف علينا أن احنا كمان نشكر نعمة الصحة أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليها أجزاء مش نعمة الصحة كلها ده نعمة النفاس ونعمة الصدر ونعمة التنفس ونعمة النظر كل دي نعم محطوطة في نعمة الصحة زي نعمة الوقت كده فيها نعمة الوقت يعني نعمة الإمكان والإتاحة ونعمة الإدارة ونعمة كمان أن الوقت ده بيمثل السحة كل ده لازم يشكر ولازم نستثمر ده لا نضع في الوقت ولا نستعمل الصحة إلا فيما يأخذنا إلى الأمام لازم كل يوم أعمل حاجة تخليني أفضل لازم أستثمر الصحة وأستثمر الوقت في أن أنا أبقى أفضل وأعبد الله سبحانه وتعالى بالنعمتين دولة أحس بالصحة وأنا بعبد ربنا وأحس بالوقت وهو بالتسع لما أكون مع مولاي وأدخل على مولاي في مناجاتي وفي دعائي ويا سلام لو كل يوم يبقى عندي عشان منساش النعمتين دولة يبقى عندي مناجاة لله أدخل على الله وأناجي بالنعمتين دول يا سادة هذا الحديث من أجل الأحاديث اللي الإنسان لو تنبه إليها ونظر إلى أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قذفها الله في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيصبح صاحب بصيرة ولذلك هذا الحديث موقز للبصيرة ومشعل للأنوار في قلب العبد ليرى نعم الغفار وعشان حديث ده مجلال الحديث ده كنا لازم نطبق هذه المفاهيم وهذه المعاني التي وردت في جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده بعد الفاصل أن نستقبل ضفين جليلين حبيبين إلى قلبي عشان نتكلم معهم إزاي بيطبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم وإزاي بينور حياتهم صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة تاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الحقيقة الحديث ده زي ما تكلمنا عليه قبل الفاصل إن الحديث فيه بيشير إلى خمس عبادات وإن إحنا لازم نتعامل مع النعم بنتعامل مع النعم بالحفظ وبالشكر وبالاستثمار وبالعبادة وبكمان بالدخول على الله سبحانه وتعالى بس ده بيتضح قوي ببعض مجالات الحياة وعشان كده إحنا نحاول نطبق هذا الحديث المبارك بأنواره وبفيضاته على مجالين مهمين من مجالات حياتنا ولذلك اخترت اتنين من أحب أولادي وأحب تلاميذتي اللي أنا بحب في الحقيقة إن أنا أكون معاهم لأن أنا بتنور بوجودهم الدكتور عمر حسان مدرس مساعد الأوعية الدموية أنا متشرف بحضرتك جدا جدا الدكتور عمر وأنا سعيد جدا جدا بحضرتك وبوجود حضرتك معي كمان الأستاذ ألاء أبو بكر المدرسة اللي احنا في الحقيقة كتير بنتكلم في أمور التربية وإحنا النهاردة عايزين نتكلم في المجالين دول طبعا الحديث واضح قوي في مجال شديد الصلة بعملك يا دكتور عمر وأنا عارف أن أنت مهتم بالبحث العلمي بأشكال كتيرة جدا جدا وبتهتم كمان مش بس بمسألة الطب ولكن كمان بإدارة المسألة الطبية الحديث أنت لما سمعت حديث رسولي اللي أعلى سلم عن النعمتين دول أي أكتر حاجة أثرت فيك أو أي أكتر حاجة استحضرتها وبإنت بتشوف أنوارها في عملك أهلا بحضرك يا مولانا أهلا بحضرك في الحقيقة أنا أول مرة ما بصيت في الحديث أنا عادت أفكر طيب هو إحنا الصحة دي ممكن تبقى كنعمة بتفتح باب إيه فحسيت أني لازم لازم أفكر في الإدراك أول أعني بجيت فكر في الصحة فكرت في إدراك يعني هذا كلام مهمة أول أنت بتقول أول حاجة بتخلينا أننا ندرك النعمة نفسها ندرك نعمة الصحة نفسها بالضبط أنت شايف في الناس كتيرا بتقابل ناس كتيرا مش عارف عن إيه صحة؟ بالضبط أنا يعني أنا تصوّج أننا كلنا مش عارفين نعمة الصحة كويس أكتر حاجة إحنا محتاجين نعرفها في الصحة عشان نعيش حديث رسولي الله سلام يعني لو إن حضرتك زي ما حضرتك دلوقتي أهو عم بيشوفك مرئين الناس تقول لهم إيه عشان يعرفوا الصحة اللي هو عندهم حجاب واضحة ومش قدرين ندركوا الصحة تقول لهم إيه؟ أنا أشوف إنه لما ربنا بيقدر على الإنسان المرض هو بيكون الغاية إن إحنا ندرك معنا الصحة ففي الطريق اللي ده إحنا بندرك تقريبا كل حاجة بتشوف الناس مهمة عيانين بيبتدوا يدركوا معنى حياتهم معنى عائلتهم معنى البرنامج اليومي والدواء بقى وعلاقته بالوقت بتاعهم بالزبط معنى علاقتهم كلها وعلاقتهم بالناس وأهلهم وإن هم محبوبين وإن هم بيبتدوا غيروا تقريبا كل حاجة انطلاقا من نقطة إن هم أدركوا الناس لما يحد يمرض لهم حد عرفنا إن أنت غالي علينا يعني يقولوا له كده أنت عايز تعرف غلاوتك عندنا كده بالزبط بالزبط فبتدي يحصل إن هو منظور لكل حياة ويتغير يعني أنا أتصور إن الكورونا على قد ما كانت تجربة صعبة بس كان فيها نعمة أنا متتصورش إن يعني إنها بتحصل كتير فكرة فقد حاسة التزوق وحاسة الشم دي ما تظن إن إحنا نقدر نعيشها تاني إن إحنا في فترة يجي لك حاسة مش موجودة عندك فتحس بقيمتها تحس إن إنت يعني فيه وكي أعرف إنت لما في الرسومات كده يرسم واحد من غير ملاخير أو أو أسهم من غير وحيانك تيب تكون كويس وعندك الحاسة دي بس نقص تلاقي إن الحياة كلها ما بقاش فيها طعم وفجأة فجأة ترجع تاني فهي تجربة أنا بحسها يعني نعمة عندي ربنا إن إنت تقدر تفهم إن كل حواسك اللي يمكن حاسة حاسة التزوق مما تقدرهاش قوي أو الشم يعني بنشوف أكتر النظر السمع لكن حاسة التزوق بس غيرت لنا حياتي أوه صحيح يعني حضرتك شايف بس أنا كمان حضرتك فتحت لي حاجة مهمة قوي إحنا كده بندرك عدم الصحة طب هل الناس ممكن يقدروا يدركوا الصحة؟ يعني إنت تشايف إن هم ممكن يقدروا يدركوا الصحة؟ يعني إنت محدش بيجي لك مثلا عشان الصحة في الغالب بيقولك عشان المرض بالذات يعني بالنسبة للشغلان احنا بنشوفهم لإما جايين من الصحة على المرض لإما طلعين من المرض رايحين لناحية الصحة فأنا بتصور إن في اللحظة الأخيرة اللي هم يتعافوا فيها إدركهم لمعنى الصحة مرتبط بإدركهم بمعنى الحياة كلها إحنا خلاص هنطلع دلوقتي عشان نخلي بنا من واحد اتنين تقل ممكن يكون عبادتهم ممكن يكون أولوياتهم فكل حاجة تتحاجعك هل ممكن نخلي الناس تدرك الصحة لما نكلمهم عن مفهوم العافية؟ أرجع على حضرتك بس خليني أسأل الأستاذة ألاء أنت بتشتغلي مع الطلبة وتشتغلي مع الناس اللي بيطلبوا وبتشتغلي مع أعمار ممكن تشوفي نعمة التعليم فيهم إزاي ممكن تقدر تشوفي الحديث ده في عيون الناس وفي حياة الطلبة اللي أنت بتدريسه؟ أنا بشوف أنه الوقت مع الأولاد خصوصا لو إحنا بنتكلم عن الطلبة أو لو إحنا بنتكلم في المطلق يعني هو الوقت عنصر في حد ذاته الواحد لما مش بياخد باله منه بيحس أنه زي لما بنقول لهو أنا مش كنت في المدرسة مبارح مش الجامعة كتأول مبارح فدايما بنحس إن الوقت بيجري مننا وإحنا مش مدركين إن إحنا كنا ممكن نستثمره بشكل أحسن وفي فرص تن... طيب خلينا سألك سؤال أنا أسفع المؤطعة بس جات في فكرة حياة غريبة أو في تناقض بنعيش وإحنا الوقت بيجري إحنا كنا في الجامعة أنا فاكة فكرتيني أنا ما كنت في الجامعة من زمان عدد من الأقود يعني فأنا لما كنت في الجامعة وفي نفس الوقت في ناس بيبقى الوقت عليهم طويل أوي اللي هم الحزانة بيبقوا حاسين بطول الوقت إيه المسافة ما بين الاثنين مسافة إن أنا أحس إن الوقت عدى كده وإن الوقت مش راضي عدي إيه الفرق ما بين الاثنين أعتقد فوجة نظري إنه هي نظرة الإنسان للماقف اللي هو فيه أو للحاجة اللي هو عايشها في اللحظة دي يعني لو أنا استثمرت الحزن اللي عندي وتورت من نفسي وخدت الحزن اللي عندي وبنيت عليه عملت حاجة اتعلمتها لو أنا مثلا عندي حاجة معانة فقدتها فببني عليها إن أنا بساعد ناس تانية ليهم علاقة بالفقد ده أو حاجة شبه كده لو أنا استثمرت الأحزان وخلتها حاجة أحسن ممكن تعذي علي بشكل أحسن إن هم دايما بنقول برضو الوقت الحلو بيعذي بسرعة فلو أنا يمكن عملت الجماعة الحاجتين دول مع بعض إن أنا خدت الحزن حولت الحاجة كويسة وحاجة مفيدة ممكن بعد كده أبدأ أحسن إنه إذا ده الوقت عدى والوقت فات وإن أنا لازم أتعلم وأتطور وأتطور من نفسي في وإحنا بنحب الوقت يفوت ولا ما يفوتش السؤال صعب نعم إحنا جايين هنا عشان نتكلم في الحاجات الحقيقية إحنا عايزين الوقت يفوت ولا ما يفوتش إحنا عايزين الوقت يبقى مفيد حلوة أو ده يعني ما ينفعش الوقت يعزي مني وبص أقول يمكن أنا برضو عن تجربة شخصية دلوقتي في أوقات معينة بحس إنه طب أنا بس لو كان عندي وقت زيادة كنت هعمل وأنا دلوقتي في الفترة إن أنا عندي فيها الوقت الزيادة ولقيت إنه أنا ما عملتش يعني كنت متخيلة إن أنا ممكن أتعلم حاجات أقرأ كتب أقلف كتب أعمل حاجات لقيت إن ده ما حصلش فلقيت إنه إنه هو أنا مش الوقت يعني حضرتك وكأنك بتشيري إلى فكرة إن إحنا لما الوقت بيبقى فيه حاجة مفيدة ما بنحزنش على فواته ولما يبقى الوقت فارغ ما فيهوش حاجة مفيدة أظن بنحزن على فواته أنا بقى عندي حاجة كده بحب أقولها دايما إن أنا ما عنديش فكرة الفراغ دي يعني الحديث هنا عندي معناه إن أنت الذي تفرغ الوقت يعني الفراغ هنا معناه الوقت والوقت ما مفووش فراغ يعني أنت كل وقت عندك كذلك كان أهل الله يقوله إيه لما يجي الواحد بأفواضي كده يقوله وقت 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 يعني فيه عمل في الوقت ده أنت لازم تعمله إما شكر أو نعمة أو عبادة أو تعلم أو ممارسة أو تجربة فهو ما كانش عندهم فكرة إن فيه وقت مفووش عمل خليني أرجع بقى بالسؤال اللي أنا كنت مأجله مع دكتور عمر وأسألك هو صحيح الناس ممكن تدرك الصحة لما ندخلهم من باب العافية؟ والله أنا زي ما قلت حقيرك لما الصحة تفتح باب الإدراك لما نخش له من باب العافية أنا أتصور إن هم كده بقى عندهم معنى الحياة فتصوري إن ده هو ده اللي في حيوني الحديثة أنا في الأول كنت مستقرب شوية هو الصحة والوقت إعلقتهم ببعض وليه؟ فحسيت إن دلوقتي لما الصحة تعرفك معنى الدنيا والوقت يقول لك وقت الاستثمار فأنت أول ما تدرك تبتدي تتحرك إن أنت تستثمر اللي عندك فهي دي الدنيا هي دي الحياة هي دي الحياة يعني قصد حضرتك إن أنا لما يكون عندي صحة وعافية بيوتاح لي من خلال الوقت إن أنا أعمل أشياء اللي ممكن تكون سعيدة ممكن تكون مفيدة ممكن تكون فيها خير ممكن تكون فيها جمال ممكن تكون فيها رحمة طيب العافية دي بقى هل هي حاجة أعلى من الصحة؟ يعني أتصور إن الحالة اللي الإنسان بيكون فيها مدرك للمعنى الحقيقي للصحة؟ المعنى اللي يخليه قدر يعيش بشكل سليم ويستسمك هو تك كده؟ يعني وكأن حضرتك بتشير إلى مسألة إن إذا كان هو مدرك إن الصحة بتخليه قادر يعمل حاجة أو بتجعله حاسس بإن هو مستعد للعمل وعنده قدر على العمل يعني وكأني خلينا أقول لحضرتك وكأني فاهم إن الصحة عندما تختلط وتقارى فيها المدد هي دي بتبقى العافية ومساعدتها أقدر أعيش بيها بالزبط أولا السؤال لحضرتك يا أستاذ إلا طيب الأولاد بيبقى عندهم أوقات كتيرة هما الأولاد بيحبوا يبقوا في فضاء يعني ما يعملوش حاجة هل أنت شايفة إن الفراغ هو استثماره الحقيقي في إن أنا أرتاح ومعملش حاجة؟ هل اللي راحة إن أنا معملش حاجة؟ لا بالعكس بالعكس تماما خصوصا مع الطلبة أو الجيل الصاعد يعني هما لو مش بيعملوا حاجة جيل زي جيل زي هو لو هما مش بيعملوا حاجة تشغلهم وتشغل وقتهم أنا بسهولة جدا حاجات تانية ممكن تسيطر عليهم أي حاجة في السوشيال ميديا في الألعاب في الجيمز الحاجات اللي هي كلها ممكن تخليهم ما ينموش ولا يتطوروا من لغتهم ولا من التفاعلهم مع الآخرين ولا أن هما يتعلموا من أن هما لما بيلعبوا مع بعض أو بيكون في وقت هما بيستثمروا أو أن هما يتعلموا حاجة ما فيش أي مهارات حياتية ممكن تنمو لو أنا سبتهم ما بيعملوش حاجة مفيدة أو نقولتهم خلاص إحنا عندكوا وقت فاضي يعملوا اللي أنتوا عايزينه هما ما بيبقاش في أي نوع من أنواع الأوقات اللي خلينا نقول إيه اللحظات اللي هما ممكن يتعلموا فيها أو قدراتهم تنمو فمش أسهل حاجة على الأم نهاية تقول إيه لأ خلاص أنا هتدي لك وقت فاضي أنت ممكن تعمل اللي أنت عايزه ده 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 غالط جدا لأن أنا بقتل لحظات ممكن أعلم فيها إبني حاجات كتير قوي قوي بمجرد أن نحن نتفاعل ننزل نقرأ نلعب رياضة ننمي نطور نفسنا نعرف أكتر عن التغذية الحاجات دي كلها يعني يبقى مهم جدا جدا تعالوا أنا عمل معكم حاجة كده نطبق مع فيها حديث رسولي اللي أرسل لك تعالوا نعمل برنامج للناس لاستثمار النعمتين دول اللي نعمة الصحة ونعمة الفراغ حضرتك هتقول حاجة تتعلق بالصحة نعرضه على الناس يقدروا فيها أنهم ما يبقوش محرومين من نعمة الصحة حضرتك تقول حاجة أستاذة علاقته الحاجة ونشبك بينه بحيث أن احنا نعمل برنامج يومي للناس في استثمار للصحة والوقت ايه أول حاجة حضرتك شايف أن أول حاجة الناس ممكن فيها يفوقوا لنعمة الصحة أول حاجة يعملون حضرتك يعني منتكلم بشكل عملي بشكل عملي عمل يجرائي شكل إجرائي طيب أنا يعني هو إجراء بسيط ويمكن كل ده كادرة حينصحوا بيه أنهم يشربوا مية يا سلام حلو قوي ده حلو قوي سرب المية بالضبط ففكرة حتى جعنم الماء كل شان جعنم الماء كل شيء الحي ده حاجة يعني حلو قوي تحانا بقى نشبك ده أن احنا نقول لما الناس هتشرب مية هيرجعوا للفكرة الأولى أن حياتهم متتجدد صحيح يستطيعوا أنهم يصلوا إلى إدراك الحياة صحيح لما يشرب مية ويحسسه بنعمة الحياة بنعمة الصحة أتصور إن الإنسان يعني من نحية الطبية أكتر حاجة إن الإنسان لما يشرب مية ممكن تفيده وتخليه يشعر بالحياة يعني أنا أتصور برضو ضد فكرة العطش متحسس الإنسان يمكن بالوحدة أو بالفقد صح فلما يبتدي يشرب يشعر بحس إن فيه ساعة في نسحة عشان كده هم بيقولوا لما تشرب المية لو حد عنده مشكلة في العضلات أو حاجة زي كده وكأن المية بتعمل كباسط كباسط للعضلات وباسط في الجسم بالنسبة للأوعياد دموية الدم مجرد ما بنشرب مية تعرف إني خبيلت الأوعياد مهم جدا جدا أن إحنا نقدر نحمي نفسنا من كل الجلطات لأن أتظار أن هذه الجلطات هي اللي تدى الحياة في إحنا لما نشرب مية صح 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 أحسن يبقى هذا هو يبتدينا نشرب مية نعمل إيه بقى عشان نستثمر بقى الفراغ عشان نجمع حاجة مع المية أنا من أكتر الحاجات المحببة لقلبي السحيان بدري البركة في أول اليوم أنا ممكن أقول ده في الصحة كمان هذا ممكن أقوله في الصحة طب تعالوا نغزل يعني أول ما يصحى الصبح يشرب مية طبعا إيه رأيك طبعا يعني أول ما يصحى الصبح يشرب مية فهو كده يصحى الصبح بدري ويحس ببركة ربنا سبحانه تعالى اللي يموجودة في المية فيشرب مية فيحس أنه هو ارتوب نعمة ربنا أصبحنا أصبح الملك لله فكمان يصبح على نعمة الله اللي هي نعمة الصحة اللي هيجدها في المية وكمان يستيقظ بذري عشان يبقى البكور بقى عملنا كده أول إجراءين ممكن نحس بيهم واجعلنا من الماء كل شيء حي إنما البركة في البكور والبركة على فكرة بيقولوا دايما كده يقولوا إن من أهم خصائص الناجحين الاستقاث الساعة خمسة صباحا خمسة صباحا يعني حتى لاحظوا كده في كل العينات اللي درسوا بيصحى خمسة صباحا يعني كإن بيستمر من بعد صلاة الفجر يعني يصحى الصبح واستمر بعد صلاة الفجر ده موجود عندنا إجراءة عند حضرتك إجراءة تاني حسوس يعني بترتيب اليوم لازم يكون في شمس لازم في جيد عرض للشمس لازم يكون في شمس لازم يكون في شمس بمية وشمس بالزبط مية وشمس بتقترح أني وقت يكون في تعرض في الشمس قبل الساعة 11 ده بيكون أحسن وقت ممكن قبل الساعة لما فوش شاعة شمس مباشرة وفي الفايدة اللي احنا نقدر من جسمنا يستخدمها عشان الفيتامين دي الفيتامين دي بالزبط طيب كويس جدا جدا يبقى التعرض للشمس يبقى التعرض للنور يبقى الحياة وكمان التنوم أنا هكملها بنلعب رياضة يعني نلعب رياضة يبقى فيه فقرة رياضية في الشمس هتبقى هايلة الرياضة ازاي تكون استثمار للوقت يوم الواحد يستثمار في وقت والرياضة خلينا اقول لحضرتك ان في كتير من الناس مش فاهمين ان الرياضة دي هي من افضل استثمارات الوقت يعني ده مش تضيع للوقت الرياضة في الحقيقة هي بتوفر وقت كتير عند الانسان لاني احنا عندنا الوقت بيساوي بيتحسب بالحركة يعني يوم عندهم حاجة اسمها ازاي ما الزمنا كان ايه ما اسألت العلاقة من بين الزمان والمكان ازاي بنحسب الزمان بالانتقال من مكان الى مكان وازاي بنحسب المكان بالوقت اللي بنستغرقه في قطع هذا الزمان فالحكاية دي بقولها ليه من ان الرياضة الواحد لما بيتريض بيوفر منطقته اللي هتوفر الوقت يعني هو بيوفر صحة الحاجة اللي كان ممكن ياخد فيها عشر دقايق ممكن ياخدها بعد كده في ثلاث دقايق احنا انا سعيد جدا 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 بكل الكلام اللي حابقكم قلتوه واحنا خلاص عملنا اسس دلوقتي في البرنامج اسس اساسية وكل واحد فينا ممكن يزود عليه على الاسس دي مية وشمس وكمان صحيان بدري وكمان رياضة احنا احنا احطينا اصول للناس دي للناس ازاي يقدروا يستثمروا وقدروا يجددوا النعم ودي اجراءات بسيطة جدا جدا وخارلينا اقول لهم في الاربع اجراءات دول احنا نستطيع ان احنا نخلي الاربع اجراءات دولة نوع من انواع حفظ ناخد نية فيهم وانما الاعمال وبالنيات في شرب المية واحنا عندنا ان النية تحول العادة الى عبادة يبقى انا وباشرب المية وانا بصحى بدري انا وبتعرض للشمس انا وبالعب رياضة يبقى نيتي في الحقيقة هو ان انا احافظ على نعمة الصحة ونعمة كمان الفراغ وبكده اشكر ربنا سبحانه وتعالى لان المية انا وبشربها بقول الحمد لله وكمان احمد ربنا على النعمتين دولة واحمد ربنا وممكن اذكر الله وانا صحي بدري هذكر ربنا سبحانه وتعالى فأذكر السباح ومساء وانا وبالرياضة هيبقى وقت مناسب كمان عشان انا ممكن اذكر الله سبحانه وتعالى وممكن استثمر الوقت دوت ان انا اسمع حاجات مفيدة وانا بعمل الكلام دوت وانا كمان ممكن اعطر المية انا بعملها كده فاحس كمان بنعمة بنعمة الزوق ونعمة الشم اللي حديك تفضلت بيا اعبد ربنا سبحانه وتعالى باننا اجعل هذه الاشياء مذكرة بهذا وكمان وانا بعملها اخليها متصلة بالذكر وفي النهاية ممكن ادخل واسأل الله سبحانه وتعالى دعاء فتعالوا نقول دعاء كده خاص بهذه بهذه النعم ونقول اللهم يا من اجريت الماء واجعلت الماء فيه الحياة واجعلت كل هذا واشرقت الشمس لا لشيء الا لناراك واجعلت فينا صحة واجعلتنا واقتل لكي نسير في الكون واجعلت الرياضة بابا من ابوابي تليني قلوبنا وتليني افئدتنا اجعلنا يا ربنا في رضاك واجعلنا في حماك واجعلنا يا ربنا ممن جعلتهم دائما يدخلون عليك بنعمك وبفضلك يا رب العالمي يا رب اجعلنا دائما من اهل فضلك من اهل نعمتك ومن اهل مددك واقبلنا يا رب العالمي بشكر الدكتور عمر حسان على تشريفه كمان بشكر استاذة ألاء أبو بكر ودايما نكون في حضرة حضرة النبي المليئة بالنور ومليئة بالبركة ومليئة بالسرور يا رب اجعلنا دائما في يد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج إلى البصيرة بأنواره وبيقظة ما ارسله إلينا من هدي لنكون من اهل الهداية ومن اهل الهدى ونتقبل هداياك يا رب العالمين ونغرق في أنوار نعمك لنرى الحقيقة ونرى أنك يا مولانا ما قطعت عنا مددك يا لطيف يا كريم يا رب العالمين اشتركوا في القناة